نحن نخطبكم من قبل تجمع شركات النفط ونحب نوضح للرأي العام ولكل الأشخاص شو وضع الشركات وشو عم بيصير فيها من الشركات المستوردة للنفط والغاز في القطاع الخاص اللبناني هي 14 شركة وهي تواجه منذ فترة حملة إساءة وتجني مركزة منذ بعض بضعة أيام وتريد أن تصارح المواطنين اللبنانيين التي هي جزء لا يتجزأ منهم إذ أنها تعيل أكثر من 25 ألف شخص كلهم من المواطنين الصالحين والذين لا يستحقون المصير المحتم الذي سيواجهونه إذا أدت الحملة إلى ما هو مخطط لها أي إفلاس هذه الشركات لغيات مشبوهة نحن 14 شركة بتستورج وتوزع المواد النفطية وتتنافس في السوق المحلي ويضاف إليها منشآت النفط اللي بتنافس كمان معنا وحاصلة اليوم على 30% من السوق بمادة المزوط الأخضر والشركات كلها بتبيع وفقاً لجدول تركيب أسعار بيصدر أسبوعياً من قبل وزارة الطاقة وهي الوزارة بتحدد التسعيرة وحصة كل المعنيين به القطاع من محطات ونقل وتوزيع وشركات استيراد وهذا يتناقض مع وصفنا بالكرتل هذا الوصف الذي نرفضه تماماً إن الشركات المستوردة التزمت بتعميم مصري في لبنان حول ألية استيراد المشتقات النفطية عندما صدر منذ أكثر من شهرين أي 85% تأمنت بالليرة اللبنانية و15% من قيمة البضاعة بدت تتأمن بالدولار الأمريك وذلك أضاف علينا عباء عديدة منها تسديد سمن البضاعة سلفاً تسديد 15% من سمن البضاعة بالدولار سلفاً وتجميد 115% من قيمة البضاعة لمدة 30 يوم في مصر في لبنان وإضافة إلى ذلك زيادة في مصاريب فتح الاعتمادات وتعزيز الاعتمادات وعلى أساسه تواصلنا مع الوزارة مع وزارة الطاقة شرحين هذه الأعباء بحينه وفسرت مطالبنا بأننا نطلب زيادة في الأرباح ولكن هذا ليس صحيح وهذه الأعباء لضفية أدت إلى تآكل حصة الشركات من جدول تركيب الأسعار وبالرغم من الوضع الخطير والصعوبات التي نواجهها مع المصارف استمرت شركات مستوردة بتحمل مسؤوليتها بالاستيراد وتوزيع المشتقات النفطية وقد أجرت الشركات اتصالات مع كافة المسؤولين من فخامة رئيس جمهورية ورئيس الحكومة ووزير المال ووزيرة الطاقة ووزير الاقتصاد والتجارة وحاكم مصر في لبنان ورئيس جمعية المصارف في لبنان لإيجاد حل لموضوع صرف الدولار ولكن دون جدو بتاريخ 2 كنون الأول 2019 اجتمعت الوزيرة الطاقة والمياه مع كل المعنيين في جدوى تركيب الأسعار ومن شركات استيراد وتوزيع ونقل ومحطات وأبلغتهم أن الكلفة التي تترتب من فارق سعر صرف الدولار الـ 15% من سمن البضاعة يوازي حوالي 900 ليرة في حال الدولار كان يوازي 1200 ليرة سعر صرف الدولار الغير رسمي وعليه سوف تقوم بإلزام المعنيين في جدوى تركيب الأسعار بتحمل كامل هذا المبلغ واستسنت من هذه المساهمة الفريق الأساسي في جدوى تركيب الأسعار وهي الدولة اللبنانية التي تتقاد مبلغ 8000 ليرة عن كل صحيفة بنزين كيف يتم تحميل كافة الأعباء إلى القطاع الخاص وتعفى الدولة التي لديها الحصة الأكبر حوالي 40% من سمن صحيفة البنزين أن الشركات غليبيتها شركات لبنانية تعمل في هذا القطاع منذ سنوات عديدة ويعمل لديها ما يفوق 5000 مواطن ولديها استثمارات كبيرة في السوق وتقوم بواجباتها كاملة تجاه الدولة والمواطنين إن حصة أرباح الشركات استنفذت من جراء التكاليف الناجمة أصلاً عن تعميم مصرف لبنان وأي أعباء إضافية ستؤدي إلى خسائر يومية هائلة يصعب على شركات تحملها لأنها ستؤدي إلى إفلاسها لذلك إن الشركات المستوددة تعلن عن رفضها الصريح لأي قرار غير منصف وغير قانوني تحاول الوزيرة فرضه عليها هنوة وهي تحتفظ بجميع حقوقها لأي جهد كيانا وأخيراً مرة جديدة فإن الشركات تمد يديها للوزارة ولكافة المعنيين لوجود حلول منصفة للجميع لمشكلة وطنية عامة كي لا يتحمل أحد المعنيين وحده وأي القطاع الخاص في النفط هذه المشكلة عملاً بمبدأ القانون الإداري بالمساواة أمام الأعباء العام سيسر بارك الوزيرة كانت تقول أنه في تسليم هار الأربعة هل ستسلم هار الأربعة على سعر 1515 أم لا؟ نحن سنسلم هار الأربعة حسب الجدول الذي سيصدر عن وزارة النفط بدأت تصدر جدول معدل مبدئياً حسب ما هي متقول أنه هالجدول سيحتوي هالزيادات نحن سنسلم على أساسه ولكن نحن رافبين مبدأ أنه نتحمل نحن فرق سعر الدولار كما عبرون نحن هل تقصد أنتو كمستوردين أم تجمع أثنين يعني الصهاريج والتوزيع والمحطاط لأن اليوم عم نشوفك لوحدك أنتب المحطاط أنا عم بحكي اليوم عن شركات المستوردة لأن شركات المستوردة بدأ نحمل جزء ونحن بالنتيجة التي نحن نتعاطى مع الدولار الأمريكا يعني اليوم عم تطلب مننا نحن بالاستيراد نقم من 15% بالدولار نحن اليوم مش قدري نقم من 15% بالدولار أنتو جزء من 15% بالدولار لا نحن نقم من 15% بالدولار لا نحن نقم من 15% بالدولار كلفتهم بحدود 900 ليرة 900 ليرة ستتوزع على العالم نحن نقول لا نحن ولا هنه القطاع كله مش مفروض يتحمل هو هالشيء نحن كان عنا جدول تركيب أسعار ما فيها 900 ليرة إجتها 900 ليرة بودوا يحملونا إياها إلنا بدل ما تتحملها أو يلي بيأمن دولارات يأمننا الدولارات هال 15% بالسعر 1514 ويخلص المشكلة أو إذا مش قادر هالدولة تأمن هالشيء بدت تلاقي طريقة أنه يدخل هالفرق بجدول تركيب الأسعار لحتى نرجع للموضوع اللي كنا فيه سابقا نتقاضى الحصص صبعا اليوم 15% عم تحكي عم تعتبر الدولة المعاينة تقرد تشغيلية ورواتب يجب أنتو تحملوها مش هلية لا لا مش 15% ما لنا نحن نفسهم رواتب هذه السمن البضاعة هو نحن نستورده بالدولار هذه السمن البضاعة أرر مصرف لبنان 5800 من أصله يصرف لنا الليرة اللبنانية إلى دولار بسعر الرسمي 15% البيئة قال روحوا داب روحا هلكن روح أجيبوا هالدولار من السوق هالدولار من السوق 2000 ليرة اليوم أو 1200 لا 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 نحن عم نحكي 15% من قيمة البضاعة المستوردة بالاعتمادات تبعنا قبل ما ندخل بموضوع الأكلاف والجدول وكل شيء ما حصورك بقيمة الاستيراد نحن عم بيحكوا فتح الاعتماد وقت افتح الاعتماد أنا للمورد هذا الشيء وحيد اللي عم بيحسبونا عليه ما عم نحكي بالباقي كل ما يتبقى بجدول تركيب الأسعار بقى مثل ما هو ما حدا ندقره بقى مثل ما مسجل بجدول تركيب الأسعار من شان هيك عم نقول نحن بس بشق في اسمه كلفة البضاعة هيا بالدولار نحن ما فينا نجيب هالكلفة بالدولار بالألفان ليرة ونرجع بعدين نقبة حقه 1514 هيدا المشكلة الأساسية من هون خلق المشكلة أصلا لكن ما كان في ولا مشكل معنا ولا مع حدا ولا مع القطاع ولا مع المحطات ولا مع الناس ومش نحن هدفنا نزيد على العالم مصاري نحن ما بدنا نزيد شيء على المواطن بس حدا بديو يحمل هالفرق بدأ توزع لها نحن مش قبلنين هي بدأ توزع يا اللي بيقبل يقبل يعني اللي بيقبل يقبل بس هيدا نحن بالنتيجة بالنتيجة اليوم كلنا نحن عنا جدول تركيب أسعار شغلته يأمن لنا مصاريفنا لكلها هلع بيتأكل منه جزء ونحن أصلا تأكل من الجزء اللي بخصنا كل الأكلاف الإضافية اللي اجت من التعميم بصرف النزر على الـ 15% نحن اجوا فرضوا علينا عدة طريقة لنستورد أكلت من هالحصة اللي أصلا لقلنا لما حتى اليوم عبي قلوله بدك تساهم بشي ما بعرف قداش حيتلبه منه وقداش هو بيقدر يساهم ولا لأ شكرا للمشاهدة